اتغى حاكم بحر الغزال طاهر البركاي بمسؤولية الطبقات الاجتماعية والمهنية الهدف من اللقاء وبحسب تصليحات الحاكم فإنه يهدف إلى تبادل الأفكار وتوحيد الرؤى حول المشاكل التي تعترض سبيل تقدم الإقليم محمد الأمين أحمد في زيق هذا التقرير بهدف تشخيص وحل الإشكاليات والصعوبات التي يواجهها المجتمع الريفي بإقليم بحر الغزال في الأوينة الأخيرة حول ملكية الأراضي وتخصيص الأبار لسقيا مواشيهم جاء هذا اللقاء التنويري الذي جمع السلطات الإدارية والعسكرية والشيوخ التقليديين وموثلي جمعيات المجتمع المدني لتبادل وجهات النظر في المشاكل التي تحد من مسألة التعايش السلمي بين المجتمعات في الإقليم في كلمته حاكم إقليم بحر الغزال طاهر بركاي ناشد جميع المعنيين بضرورة احترام القوانين المعمول بها في البلاد كما طلب من مسؤولي السلطات التقليدية تأسيس هيئة شاورية تعنى بحلحة جميع قضايا النزاعات المتعلقة بملكية الأراضي وتخصيص آبار السقيا التي تقلل من عناء أصحاب المواشي والرحل في الإقليم وعقب انتهاء اللقاء التنويري أعرب رئيس محكمة الاستدعاء بمدينة موسورو عبدالعزيز نانغاسنغار عن رضاه التام بهذا الاجتماع الذي لا شك في أنه سيسهم في تنمية وتطوير إقليم بحر الغزال في كثير من المجالات علما بأن مثل هذه اللقاءات التفاكرية تصب جلها في حلحلة المشكلات والنزاعات التي تطرأ من هنا وهناك بين القبائل التي تسكن في إقليم بحر الغزال اشتركوا في القناة